طيب قال صلى خمسا أي زاد ركعة فسجد بعد السلام طيب قال طرح الشك والبناء على اليقين إن لم يكن عند المصلي غلبة الظن أخذ بالأقل إذن معنا غلبة الظن وما عندنا يقين وعندنا شك لو كان الشخص صلى أربعا ثم شك بعد ذلك هل يلتفت لهذا الشك؟ لا يلتفت اليقين لا يزول إلا بيقين مثله صلى أربع فجاء الشيطان قال احتمال أن تصلي ثلاث لا يلتفت إلى هذا الشك اليقين لا يزول إلا بيقين مثله واليقين لا يزول بالشك طيب هذه الحالة الثانية شك في صلاته هل صلى ركعتين أو صلى ثلاث ما يعني شك خمسين بالمئة خمسين بالمئة ماشي مترجح خمسين بالمئة خمسين بالمئة ماذا يفعل؟ صلاة المغرب صلى الأولى والثانية عندما وصل الثانية بدأ الشك هل هذه الثانية أو الثالثة؟ ولم يترجح عنده شيء خمسين بالمئة ثانية خمسين بالمئة ثالثة ماذا يفعل؟ بنا على اليقين ما هو اليقين اليقين الثنتين والثلاث اليقين الثنتين اليقين الحين هو الآن صار الأولى والثانية وصل عند الثانية هذه الثانية هل هي يقين أو ظن يقين ثالثة شك يبني على اليقين دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك الثانية شك فيها ولا من يقن أنها الثانية من يقن الثانية أو الثالثة لكن يقين الثانية فيبني على الأقل طيب طاف خمسة طاف خمسة أشواط طاف خمسة أشواط فشك هل هو الخامس أو السادس ما اليقين خامس والشك السادس فيبني على اليقين فصلاة المغرب على سالمثال شك هل هي الثانية أو الثالثة فيبني على الأقل وهي الثانية ويكمل الثالثة هذا إذا توازن هذا يسمى الشك خمسة بالمئة ثانية خمسة بالمئة ثالثة معنا غلبة الظن خمسة وسبعين بالمئة أو ثمانين بالمئة هي الثالثة وعشرين بالمئة هي الثانية غلبة الظن كم؟ ثالثة فيأخذ بغلبة الظن طيب ماذا قال الآن؟ طرح الشك والبناء على اليقين إن لم يكن عند المصلي غلبة الظن ذكر عن الشك يطرح الشك ويبني على اليقين إن لم يكن عند المصلي غلبة ظن أخذ بالأقل ما عند غلبة ظن يأخذ بي بالآخر عند غالب الظن يأخذ بغلبة الظن وذلك ذكر من قواعد المذهبي ذكر بيها أن أن أخذ بالأغلبي يعني الأغلب يأخذ به على جميع مثال لو أن الإنسان على جميع مثال ترك رمضانات واضح؟ أو مرأة تركت زكاة الذهب وغلب على ظنها أنها خمس سنوات أو خمس رمضانات غلبة الظن خمسة وعندها عشرين بالمئة إنها ستة تأخذ بغلبة الظن وهي خمسة فغلبة الظن مأخوذ به غلبة الظن أنه لم يصم أسبوع كامل أو لم يصلي أسبوع كامل واحتمال أن أسبوعين يأخذ بغلبة الظن يأخذ بيه؟ بغلبة أما إذا تساوى خمسين بالمئة خمسة رمضانات وخمسين بالمئة ستة رمضانات يأخذ بماذا؟ بالاحتياط يأخذ هنا في الحالة بالاحتياط وهي ماذا؟ ستة رمضانات لأنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر